بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الواحدة 7 قياس الأداء مثال 4 شركة الخليج العربي للصناعات البلاستيكية لديها عدة مراكز أداء داخلية ويحدث تبادل منتجات وسيطة بين مركزي الأداء وهما مركز ألف وهو المركز المورد أو المحول أو البائع والمركز باء وهو المركز المحول إليه أو المشتري وبفرض أن المركز باء يحتاج يحتاج 4000 وحدة من المنتج الوسيط هاء وتبلغ التكلفة الإضافية للوحدة من المنتج الوسيط هاء 10 ريال وسعر السوق للوحدة من هذا المنتج 16 ريال كما بلغت تكاليف التشغيل التي أنفقها المركز باء على المنتجات الوسيطة 16 ألف ريال وأن إرادات بيع المنتج النهائي في المركز باء 100 ألف ريال من هذه المعلومات فإن عائد المساهمة لكل مركز وللشركة ككل يساوي على التوالي ألف ولا باء ولا جيم ولا دل طبعا نحل الأول قبل ما نختار حل المثال أربعة هي الإجابة الصحية باء استجابنا باء إزاي؟ حول في مجال تسعير المنتجات الوسيطة يلاحظ أن تسعير التحولات الداخلية تمثل إرادات لمين؟ للمركز البائع وهي في نفس الوقت تكاليف لمين؟ للمركز المشتري وهذه تستبعد على مستوى الشركة ككل إرادات وتكاليف مركزين داخل نفس الشركة على مستوى المشتري ككل تستبعد لأنها عملات داخلية على الورق بس الشركة لا تربح إلا لو باعت للخارج نشوف الحل بيتم إزاي؟ نمسك المركز ألف اللي هو البائع ده حيبيع لباء أربعة تلاف وحدة بسعر ستاشر يبقى الإرادة بالنسبة له هنا كام؟ أربعة وستين ألف وكات الوحدة بتكلفه عشرة ريال يبقى فيه تكاليف إضافية أربعة تلاف عشرة يبقى أربعين ألف الفرق بينهم هو ده عائد المساهمة اللي بتحقق في مركز ألف أربعة وعشرين ألف باق باق يبيع للسوق الخارجي بمئة ألف في المعطيات يتكلف كام؟ باق ده باق المشتري سيشتري من ألف ويبيع للسوق المشتري من ألف ويبيع للسوق يبقى يشتري من ألف ويبيع للسوق فهو باق للسوق بمئة ألف طب تكاليف الإنتاج عنده إيه؟ شراء منتجات اللي هي المنتجات الوسيطة اللي هي كانت إيراد بالنسبة للبايع بقى تكاليف بالنسبة للمشتري وفيه تكاليف تشغيل معطى عنده كمان ستتاشر ألف يجمع الاتنين دول مع بع يبقى تمانين ألف يترحى من المائة ألف يبقى عائد المساهمة عنده أشرين ألف طب بالنسبة للشركة ككل المبيعات الداخلية اللي هي كانت إيراد لمركز وتكاليف لمركز آخر دي تحويلات دي لا يعترب بها تستبعد دي تستبعد تحويلات اللي هي دي فلما جاءنا المبيعات للسوق كالشركة ككل المئة ألف طب تكاليف الإنتاج اللي هي التكاليف اللي حدثت في ألف أربعين ألف واللي حدثت في باق ستاشر ألف دي أربعين ألف اللي حدثت في ألف والستاشر ألف اللي حدثت فيين في باق طب وما التكاليف اللي هي عند باق الاربعة وستين ألف دي دي لا يعترب بها تستبعد لأنها تعتبر تكاليف بالنسبة لباق وإيرادات بالنسبة ل groß فدي تحويلات داخلية لا يعترب بها يبقى نجمع دين دولة يبقى التكاليف ستة وخمسين ألف أطرحها من الإرادة اللي فوق 44 ألف يبقى تلاقي الإجابة الصحية في بقى 24 ألف 24 ألف 24 ألف